السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله شباب اليوم رح نشرح طريقة ايقاف تشغيل الفيديوهات بشكل تلقائي في تويتر فلا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح المشكلة يا شباب اللي رح تواجهكم رح تكون بهذه الطريقة لما تصفحون تويتر تفتح معاكم المقاطع زي كذا بشكل تلقائي فحل هذه المشكلة جدا بسيط كل تحتاجون تسوونها تضغطون على ايقونة حسابكم بعد كذا من هنا تنزلون تحت رح تحصلون الاعدادات والخصوصية من هنا بعد كذا تروحون على الاعدادات والخصوصية رح تظهر معاكم هذه الخيارات تروحون من هنا على خيار تسهيلات لاستخدام والعرض واللغات هذا الخيار بعد كذا من هنا تروحون على استخدام البيانات هنا عندكم يا شباب أكثر من خيار الخيار الأول إذا فعلته ما رح تم تشغيل المقاطع أو الفيديوهات بشكل تلقائي ولكن أيضا الصور رح تتحمل عندك بجودة أقل فإحنا اللي نبغان نحن نوقف تشغيل الفيديوهات بشكل تلقائي فتنزلون شوي تحت رح تحصلون الفيديو فمن هنا تروحون على تشغيل الفيديو تلقائيا هذا الخيار تضغطون عليه وبعدين تضغطون على ثالث خيار اللي هو أبدا كده يا شباب بكل سهولة وقفنا تشغيل الفيديوهات بشكل تلقائي فخلونا نروحنا الآن نتأكد فلو تلاحظوا الآن هذا الفيديو اللي شغلناه قبل شوي كان يشتغل بشكل تلقائي الآن دخلنا عليه ما يشتغل إلا فقط إذا ضغطنا عليه فهذا كان شرح اليوم الشباب إذا حابين تعرفون أكثر عن التطبيقات اشتركوا معنا في القناة نشوفكم على خير مع السلامة